احتفالا بالذكرى الاربعين لتحرير سيناء قيمة عروض فنية شعبية وموسيقية ومسرحية على مسرح قصر ثقافة العريش نتابع عروض فنية شعبية وموسيقية ومسرحية تنوع ثقافي وفني على مسرح قصر ثقافة العريش للاحتفال بالذكرى الاربعين لتحرير سيناء فقرات غنائية وعروض تحكي وتجسد الملحمة الوطنية التي سطرها أبطال الجيش باسترداد أرض سيناء وتعبر عن التراث السينوي الأصيل بمشاركة عدد من الفرق الموسيقية العربية والفنون الشعبية أهميته الرئيسية بالنسبة لي أن نعمل الأحداث بتاعتنا في دا وسط مدينة العريش في وسط الداون تاون زي ما بنقول ودحنا هو في وقت السعبة 11 يعني بدلل فيه على الأمن والأمان اللي بتعيشوا بحفظة شمال السين العياد الرسمية للمحافظة بنستعد لها من قبلها بشهر بأجمل الأغاني الوطنية والأغاني الدينية حسب المناسبة اللي بتكون عندنا وبجانب هذه العروض الفنية أقيم معرض للفن التشكيلي وآخر للأعمال اليدوية ورسومات الأطفال بمشاركة مواهب من أبناء سيناء النهاردة عاملين معرض عن تحرين سيناء وأنا مقدمها شغل بالكولاج ودي حاجة جديدة يعني أول مرة أعملها وكده كنت يعني كل معرض بنعمله على حسب المناسبة اللي موجودة قبل كده عملنا معرض مناسبة الشهيد عملنا معرض مناسبة تحرين سيناء زي النهاردة كده كل سنوات طيبين وشامل سيناء رجعت أحسن من أول ونحن منا بطننا نخاف كنا في الأول منا نخاف ومنا نخافش أما جلالة بطننا نخاف بهذا الاحتفال تعود الحياة الثقافية والفنية على أرض سيناء بعد افتتاح قصر ثقافة العريش في أبريل الماضي بعد إغلاق دام لعشر سنوات لتؤكد الدولة مواصلة جهودها لتحقيق التنمية في مختلف المجالات ولتكون سيناء رمزا للثقافة والفنون وشاهدة على قدرة الدولة على تحقيق الأمن والأمان لأبنائها في مختلف ربوعها محمود جميل التلفزيون المصري